جدل جديد في أروقة واشنطن شد وجذب بين المعسكر الجمهوري والديمقراطي ومحاولات مستمرة للحصول على إجابات حول الانسحاب الأمريكي من أفغانستان هذا الانسحاب الكارثي والمهين كما يصفه عدد كبير من الجمهوريين فبينما يصر الديمقراطيون على أن فشل الحرب في أفغانستان كان نتيجة لسياسات مضللة لعدة إدارات يرى الجمهوريون أن إدارة بايدن مصممة على منع الشعب الأمريكي من الحصول على إجابات فيما يتعلق بانسحاب قوات بلادهم من أفغانستان حيث خاضت أطول حروبها على الإطلاق وعلى غرار تحقيق الكونغرس في قضية إيران كونترا في عهد رونالد ريغن يسعى الجمهوريون في مجلس الشيوخ لتشكيل لجنة للتحقيق في انسحاب القوات من أفغانستان ومحاسبة المسؤولين السيناتر الجمهوري جوش هاولي والسيناتر ريك سكوت قدم تشريعا لإنشاء لجنة مشتركة بشأن أفغانستان تتألف من 12 عضوا من كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ وشارك في رعاية مشروع القانون خمسة جمهوريين آخرين اقتراح اللجنة يأتي بعد سلسلة استجوابات في الكونغرس حضرها وزيراء الخارجية والدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة وكبار مسؤولي البنتاجون في محاولة لتفسير النهاية الفوضوية لحرب واشنطن في كابل والسقوط السريع للقوات الأفغانية وما تلاه من أكبر وأسرع عمليات إجلاء في تاريخ الولايات المتحدة